اشتركوا في القناة انتوا عارفين طلبة الدبلوم شعبة ادارة ان مادة ادارة المشروعات في جزء كبير منها في حالات عملية كتير جدا فاحنا بنحاول في الحلقات دي نغطي اكبر قدر من الحالات العملية بكل افكارها اللي ممكن تجينا في الامتحان طبعا الامتحان قرب نذاكر ما نسيبش حاجة للظروف عايزين نقفل المواد انت مستقبلك ومستقبلك واقف على السنة دي فاشد حيلك طبعا احنا الحلقة اللي فاتت قلنا هندي مسائل واللي يتفعل معنا ويتواصل معنا هنعرض اسمه وصورته في لوحة الشرف النهاردة الناس اللي جاوبت على الاسئلة الناس اللي اللي هتبعنا بعد كده هنسيب السؤال في اخر الحلقة تقدر تتواصل معنا وتبعت لنا الاجابات طيب تعالى نشوف النهاردة الطلبة اللي والحياة كانوا معظمهم بنات الطلبة اللي تفوقوا معنا وحلوا الاسئلة والحلقات الجاية بازن الله هننزل طلبة اكتر بس يتفعلوا ويبتدهم يذاكرهم ويحلهم نشوف مع بعض كده الطلبة اللي جاوبوا معنا عندنا في لوحة الشرف النهاردة صرى وليد محمد ابراهيم مدرسة احمد عربي الاء طارق عصام نادا مدرسة زينب القفراوي التجارية رهام ابراهيم عبدالراضي مدرسة زينب القفراوي نادا احمد سعد ونادا ما قالتش مدرستها بعد كده الطلبة تقول اسمها واسم المدرسة بتاعتها دول الطلبة اللي شاركوا معنا في اسئلة اللي فاتت برضو الحلقة دي كمان هنقول اسئلة في اخر الحلقة خلي بالك وخلي بالك وعايزين كمان الشباب يشاركوا معنا طيب ناردة بازن الله هنتكلم على جزء نظري زي ما تعودنا في الحلقات اللي فاتت وجزء على الحالات العملية تعال ناردة عندنا سؤال اتقرر كذا مرة في الامتحان بس السؤال هنا هيبدو لك غريب شوية لكن هنفهم اجابة السؤال بتتم ازاي السؤال بيقول ايه احنا مش هنتكلم على الاجابة دلوقتي احنا هنتكلم على السؤال تعال نبص كده مع بعض السؤال بيقول ايه السؤال بيقول اختار ارقام العبارات الخاطئة فقط تاني اختار ارقام العبارات الخاطئة فقط طب انا مسترحل السؤال ده ازاي هقول صح وغلط لا هو مش طالب منك صح وغلط امال طالب ايه طالب تقوله رقم العبارة الخطأ يعني هو هيجيب لك اكتر من عبارة وانت ما عليك الا تشوف العبارة الخطأ وتقول رقمها طبعا هنعرف دلوقتي تاني الاسئلة دي السؤال بيقول اختار ارقام العبارات الخطأ فقط هو مش عايز صح وغلط امال عايز ايه عايز تبص على العبارات اللي جايبها لك خمس او ست او سبع عبارات وتقول رقم العبارة دي لو هي غلط بتقول عليه رقم واحد خطأ رقم اتنين كزا طبعا الاجابة هنشوفها دلوقتي والاسئلة لكن نخلي بالنا من صيغة السؤال ده مادة المشروعات امتحانة بتبقى في الاسئلة متنوعة واسئلة مبتكرة ومادة جميلة جدا فاحنا مادة مش عايزة حرز عايزة تفهم فالسؤال تاني طلبة اللي ما كانتش متابعة معنا السؤال بيقول اختار العبارات ارقام العبارات الخطأ فقط تعال نبص بقى على العبارات بتاعتنا الخطأ او الصحيحة ونشوف العبارات بتقول ايه نبدأ باول اول عبارة عندنا بتقول اسباب عدم نجاح اي مشروع دراست الجدوى الضعيفة تاني اسباب عدم نجاح اي مشروع دراست الجدوى الضعيفة طبعا دي العبارة صحيحة ليه طبيعي ان المشروع لما يفشل يبقى كانت دراست الجدوى ضعيفة هو بيقول لي من اسباب عدم نجاح اي مشروع دراست جدوى ضعيفة دي صحيحة بس مناش علاقة بيها نبص على العبارات تانية دراست الجدوى الاقتصادية من الادوات التي تجلب المخاطر والخسائر للمشروع خلي بالك وخلي بالك دراست الجدوى الاقتصادية من الادوات التي تجلب المخاطر والخسائر للمشروع طيب في حاجة كده عايزين نوضحها للطلبة في عندنا كلمتين شبه بعض كلمة تجنب وكلمة تجلب الفرق الفرق حرف لكن الفرق في المعنى مختلف جدا بنقول ايه لو جارت الجملة كده دراست الجدوى تجنب المشروع الخسائر يعني ايه تجنبه يعني تبعد عنه ايه فهنا العبارات بقى صح اما تجلب الخسائر هنا معناها هي هتسبب الخسارة طبعا لا دراست الجدوى ما بتسببش ما بتسببش الخسارة يبقى فيه فرق شباب ما بين كلمة تجلب وكلمة تجنب العبارة هنا بتقول لي ايه دراست الجدوى الاقتصادية من الادوات التي تجلب يعني تسبب المخاطر والخسائر للمشروع طبعا العبارة هنا خطأ احنا هنا ناخد رقم اتنين كاول عبارة خطأ طيب العبارة التالتة تساعد دراست الجدوى في الوصول الى قرار الاستثمار من عدمه يعني ما اعمل دراست جدوى بقدر اوصل للقرار الاستثمار المنشود اللي حالي الاهداف طبعا العبارة هنا صح رقم تلاتة لا تعتمد مؤسسات التمويل لمنح الاقتمان على على دراست الجدوى طيب في حد يقولي انا مش فهم الجملة دي يا مستر انت لو فهمتها مش محتاج ان انت تقول صحة ولا غلطة تقول لوحدك طيب الجملة دي معناها ايه جملة بتقول ايه لا تعتمد مصادر التمويل او مؤسسات التمويل في منح الاقتمان على دراست الجدوى اي مؤسسة تمويل يعني البنوك مؤسسات المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات دي اسمها مؤسسات تمويل كلمة تمويل يعني ايه بتمول المشروعات فهو بيقولي ان المؤسسات دي ما بتعكمتش على دراست الجدوى اقول له لا طبعا غطأ مفيش مؤسسة هتديك اي قرد او تساعدك في اي مشروع الا وانت محضر دراست جدوى قوية لان هتديك الفلوس على اساس ايه ما هي هتديك فلوس تمولك تمام هتديك على اساس ايه قاعدنا على اساس دراست الجدوى طب لو دراست الجدوى ضعيفة مش هتديك تمويل ده هي كمان مش بتديك على دراست لا لازم تكون دراست جدوى قوية يبقى لما يقول لك لا تعتمد مؤسسات التمويل على منح الاقتمان على دراست الجدوى اقول له لا خطأ ده لازم دراست الجدوى يبقى العبارة دية خطأ طيب نشوف العبارة اللي بعدها توفير الموارد المالية من اهم المسائل لضمان نضاحة المشروع طبعا عبارة سهلة بيقولك العبارة معناها ايه ان انت لما توفر موارد مالية رأس مال اه سواء رأس المال ده اه متمثل في قيمة نضية او عدد او الات من اهم مسائل اللي ضماننا جاحل مشروع طبعا الاجابة هنا صحيحة اخر عبارة عندنا دراست الجدوى المبدئية تعد بعد دراست الجدوى التفصيلية طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده قلنا احنا عندنا دراست الجدوى افكرك بيه افكرك بيه لان النقطة دي مهمة جدا احنا عندنا حاجة اسمها دراست الجدوى الاقتصادية يعني ايه هي اسلوب علمي عشان اقدر اخد قرار الاستثمار اللي هيحقق لي الاهداف المنشودة طيب دراست الجدوى دي بتنقسم الى كم نوع بتنقسم الى نوعين دراست جدوى مبدئية ودراست جدوى تفصيلية انا قلت مين الاول المبدئية يليها مين التفصيلية يعني ايه انا الاول بعمل دراست جدوى مبدئية دراست الجدوى المبدئية هي دراست اولية استكشافية هدفها حاجة واحدة بس التأكد من عدم وجود مشاكل تعوك المشروع طيب اتأكدت ان ما فيش مشاكل اتعوك المشروع اقوم على طول نائل على الدراست التفصيلية معنى اللي انا قلته ايه ان الدراست المبدئية هي اللي بتتعمل الاول تليها الدراسة التفصيلية طيب تاني احنا نخلي بالنا من كلمة تسبق وتلي تسبق يعني قبلها تالي يعني بعدها فلما يقول لي دراست الجدوى تفصيلية تسبق المبدئية اقول له يعني هي اللي بتتعامل الأول يبقى هي الأول يليها الدراسة التفصيلية الجملة بقى نرجع للجملة تاني الجملة بتقول ليه دراسة الجدوى المبدئية تعد بعد دراسة الجدوى التفصيلية أقول له هنا العبارة خطأ لي لأن دراسة الجدوى المبدئية تعد قبل الدراسة التفصيلية نشوف بقى إجابة السؤال هتبقى إزاي هو السؤال كان بيقول ايه اختار ارقام العبارات الخطأ فقط انا اخترت له ارقام العبارات رقم كام رفع عليكم رقم اتنين رقم تلاتة رقم خمسة بكتب له كده الاجابة ارقام العبارات الخطأ هي اتنين تلاتة خمسة طب والباق يا مستر الباق عبارات صحيح يبقى نخلي بنا من السؤال ده تاني بفكرك وفكرك ورق وقلم ويكتب معايا الاسئلة دي مهمة جدا صيغة السؤال دي صيغة ما شفناش قبل كده في الاسئلة ان هو يجي يقولك ايه اختاري ارقام العبارات الخطأ فقط او اختاري ارقام العبارات الصحيحة فقط نخلي بنا من صيغة الاسئلة بتاعت مادة ادارة المشروعات يبقى لما يقولك اختار ارقام العبارات الخطأ فقط اقوله ارقام العبارات اللي انا جبتها غلط كذا وكذا وكذا يبقى دي اجابة السؤال تعال نشوف مع بعض السؤال التاني عندنا السؤال التاني بيقول اكتب اسم المصطلح العلمي وده سؤال اساسي بيجينا في الامتحان ان هو يجيب لي مصطلح علمي وانا اقول المصطلح العلمي ده ايه طيب اول مصطلح عندنا قدمة المنشأة على تكييف هيكلها المالي مع الاحتياجات التي تنشأ على المنشأة تاني مصطلح مهم جدا انا بععد اعيد وزيد في المصطلح لعشان الطالب او الطالبة اللي بتشوفنا تقدر تجيب ورقة او قلم وتسجل الكلام ده قدرة المنشأة على تكييف هيكلها المالي مع الاحتياجات التي تنشأ على المنشأة الاجابة ايه برافو عليكم المرونة مرونة المنشأة طيب المصطلح اللي عندنا رقم اتنين ان تكون انواع الاموال التي يحصل عليها المسروع مناسبة للاصول المستخدمة تاني المصطلح ده مهم جدا وهتكلم به في التفصيل دلوقتي ان تكون انواع الاموال التي يحصل عليها المسروع مناسبة للاصول المستخدمة الاجابة الملأمة طيب هو يعني ايه الجملة ده يا مستر انا لما بعمل حاجة اسمها الهيكل التمويلي للمشروع في عوامل بخدها في الاعتبار تاني لما اجي اعمل اي مشروع بعمل له حاجة اسمها الهيكل التمويلي للمشروع ففي عوامل لازم اخدها في الاعتبار وانا بعمل الهيكل بتاعي من ضمن العوامل دي حاجة اسمها الملأمة وكلمة ملأمة كلنا عارفين كلمة ملأمة يعني انت تكون مناسبة لابس لبس فانت بتلبس له حاجة ملأمة يعني مناسبة لي طيب الملأمة عندنا هنا بقى معناها ايه اخد بالك من التعريف ان تتناسب انواع الاموال مع انواع الاصول الله هو في انواع اموال وانواع اصول طبعا احنا عندنا الاموال لما تيجي تاخد قرد هتسدده يا اما قرد طويل الاجل يا اما قرد قصير الاجل طب والاصول كلنا في التجارع فين ان الاصول اصول سابتة واصول متدولة يبقى تاني ركز بقى في النقطة جاية انواع الاموال قرد قصير الاجل وقرد طويل الاجل انواع الاصول اصل سابت واصل متدول طب فين الملأمة هنا يا مستر ان الاموال دي تتناسب مع انواع الاصول طب ازاي بص بقى الجمل اللي انا هقولها دي بنقول ايه اول جملة لازم لما اخد قرد طويل الاجل استثمره في الاصول السابتة او الاصول الدائمة لما اخد قرد قصير الاجل استثمره في الاصول المتدولة ده المشروعات ولوحة الاقتصادية اللي بتقول كده تاني لما اخد قرد طويل الاجل يعني ايه يعني هيسدد على مدة كبيرة احط الاستثمارات دي في اصل دائم. عشان اللي هيجيب للارباح على المادة الطويلة قدر سدد القرد. اما القرد قصير الاجل. اتم استهلاكه في الاصل المتداول. طيب. ساعات بيجيب لنا بقى جمل جمل كبيرة كده على الحتة دي. يقول لنا ايه? خد بالك. احنا قلنا الملامة ان قرد قصير الاجل اصل متداول. قرد طويل الاجل رفع عليكم. بستخدمه في الاصول السابقة. يجي يقول لك ايه بقى? استخدام القرد طويلة الاجل في الاصول المتداولة له اثر سيء على ربحية المشروع. تاني الجملة دي مهمة جدا. هقولها تاني. استخدام القرد طويل الاجل في الاصول المتداولة له اثر سيء على ربحية المشروع. اقول له صح. اجابة صحيحة هنا. ليه? المفروض ان انا المفروض ان انا لما اقول قرد طويل الاجل استخدمه فين? برضو عليكم في الاصل الدائم. قرد قصير الاجل استخدمه في الاصل ليه? المتداول. اما لو اكست جملة اللي انا قلتها قلت ايه? القرد طويل الاجل استخدمته في اصل متداول يبقى هنا ليه اثر سيء على ربحية المشروع. هيخصة بالمشروع بتاعي. نخلي بالنا من كلمة الملأمة. يبقى تاني يا شباب ويا بناتي اللي بتتابعونا. احنا عندنا حاجة اسمها الملأمة. انت تناسب انواع الاصول مع انواع الاموال. ده مصطلح مهم جدا. طب تعال نكمل المصطلحات بتاعتنا. عندنا كمان مصطلح تاني بيقول. المصطلح بيقول هي الحد الادنى من معدل العائد الذي يجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بالقروض. تاني الحد الادنى من المعدل الذي يجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بالقروض. طبعا الاجابة عندي هنا برافو عليكم تكلفة الاقتراض. طيب نبص كده كمان المصطلحات دي مهمة. نجهز الورقة او الالم عشان نعرف نحل في الامتحانات. هو ذلك الجزء. مهم جدا المصطلح ده. هو ذلك الجزء من الاراضات الحالية التي الذي لا يوزع على حملة الاسهم. تاني هو ذلك الجزء من الاراضات الحالية الذي لا يوزع على حملة الاسهم. طبعا قلنا الحلقة اللي فاتت الارباح المحتجزة. الارباح الايه? المحتجزة. عندنا كمان مصطلح مهم جدا درجة استجابة الكميات التي يشتريها المستهلك من سلعة ماء للتغير في دخله تاني درجة استجابة الكميات التي يشتريها المستهلك من سلعة ماء من التغير في دخله يعني هو هنا بسألك على العلاقة ما بين الكمية المطلوبة والدخل هل في علاقة بين الكمية المطلوبة والدخل اه في علاقة والعلاقة دي تسمى المرونة الداخلية المرونة الايه المرونة الداخلية خلي بالك خلي بالك اللي شايفنا مفيش الف محدش يكتبها المرونة الداخلية تبقى خطأ شان لو جالك في الاختيارات يقولك درجة استجابة الكميات التي يشتريها المستهلك من سلع ماه للتغير في داخله وجايبلك مرونة داخلية ومرونة داخلية اقول لأ مرونة داخلية مفيش الف نخلي بالنا من الحاجات البسيطة دي طيب معانا ايه كمان في الاسئلة النهاردة نعم معانا اسئلة كتير ما هي العوامل المحددة للطلب على السلعة التي ينتجها المشروع تاني السؤال ما هي العوامل المحددة للطلب على السلعة التي ينتجها المشروع طبعا احنا الكلام ده موجود فين احنا عندنا حاجة اسمها الدراسة التسويقية احنا قلنا ايه دراسة التفصيلية دي انواع دراسة تسوقية دراسة فنية دراسة تمولية مرحلة تقييم المشروع عندنا دراسة اسمها دراسة تسوقية الدراسة دي هدفها حاجة واحدة بس دراسة الطلب على منتجات المشروع تاني الدراسة التسوقية هدفها دراسة الطلب على منتجات المشروع يعني ولا لها دعوة بتدفقات نقدية دخلة ولا لها دعوة بتدفقات نقدية خارجة هي بس بتدرس الطلب على منتجات المشروع يعني السلعة بتاعت مين اللي يشتريها وازي يشتريها وهل الطلب أنزل كمية كبيرة في السوق ولا أنزل كمية قليلة طب السؤال بقى هنا السؤال اللي عندنا هنا بيقول إيه العوامل اللي بتحدد الطلب يعني إيه الطلب الطلب ده مجموعة الطلبات اللي يشتريها المستهلكين طيب هل الطلب أو الكمية المطلوبة في حاجات بتأثر فيها يعني مثلا أنا لما جاء اشتري قلم زي ده هل الكمية المطلوبة منه بتحكم في حاجات عوامل بتتحكم فيها وأنا بشتري طبعا احنا عندنا عوامل كتير جدا بتتحكم في الكمية المطلوبة تبقى لقانون اسمه قانون الطلب وقانون العرض بس خلي بالك لما اجا اتكلم على الطلب مين اللي بطلبها يا شباب رفع عليكم المستهلك مين اللي بيعرض المنتج يبقى انا لما اجا اتكلم على الطلب بتكلم من وجهة نظر المستهلك هيشتري كمية قد ايه لما اجا اتكلم على العرض بتكلم من وجهة نظر المنتج هيعرض كمية قد ايه طيب لما انا اقول المستهلك هيشتري كمية مطلوبة قد ايه هل في عوامل بتحكم الكلام ده طبعا في عوامل كتير جدا عندنا سمن السلعة ودخل المستهلك والاسعار السلعة البديلة ولو كل ده هنقوله دلوقتي بالتفصيل اول حاجة بتأثر في الكمية المطلوبة سعر السلعة او سمن السلعة تعال نشوف مع بعض وإحنا بنتكلم على اللي بيأثر سمن السلعة يعني ايه سمن السلعة هل السعر ليه تأثير في الكمية المطلوبة طبعا ازاي لو السعر قليل تفتكر الكمية المطلوبة ايه ربا عليكم هتزيد طب لو السعر ارتفع الكمية المطلوبة ايه تقل تاني تاني العلاقة عشان نعرف دي علاقة ايه احنا الوقت بنقول هل في علاقة ما بين تمن السلعة او سعر السلعة والكمية المطلوبة اه في علاقة بسميها علاقة عكسية طب ليه مصطر عكسية لان اي زيادة في السعر بيقابله انخفاض في الكمية المطلوبة وإيه كمان واي ارتفاع للسعر الكمية المطلوبة بتقل طيب تبقى لقانون السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة والعكس يعني ايه العكس يا مصدر يعني كلما زاد سمن السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة بس خلي بالك بقى فيه كده كلمة احنا كاتبنا مع سبات العوامل الاخرى يعني ايه مع سبات العوامل الاخرى يعني ما اقدرش اقول ان الحكم ده مطلق ليه لان في حاجات جد حاجات بقى بنسميها معامل المرونة فيها ببقى قليل معامل المرونة كبير يعني اي معامل المرونة يعني اي تغير في الكمية المطلوبة اي تغير في الساعة بيقابله في الكمية المطلوبة لكن بقول لي معسبات العوامل الاخرى لان في حاجات يعني مثلا هندي مثال الوقت احنا بنقول القاعدة بتقول ايه كلما انخفض 8 السلعة كلما زاتت الكمية المطلوبة طيب هنفترض كده مع بعض افترض هل لو تمن دواء السكر الكمية المطلوبة هتزيد؟ لا طبعا مش هتزيد ليه؟ لان هو مش هتتأثر لان اللي محتاج الدواء هيجيبه اللي عنده المرض هو اللي هيجيب الدواء تمام؟ طيب لو تمن الدواء ده هتفع بها برضو العيان هيجيبه ازا هنا القاعدة دي بنقول ايه؟ مع سبات العوامل الاخرى في عاجات كتيرة جدا اصعارها زادت مش هتأثر في الكمية المطلوبة عشان كده لما قول القاعدة اقولها كاملة ازاي? اقول كلما انخفض سعر السلعة زادت الكمية المطلوبة مع سبات العوامل الاخرى طيب هل في كلام ما ينطبكش على اللي انا بقوله ده؟ اه عندنا سلعتين ما ينطبكش عليهم عندنا اكثر من حاجة يعني بس احنا ناخد سلعتين زي كتاب المدرسة مقايل عندنا سلعتين ما ينطبكش عليهم الكلام ده ايه هم السلعتين دول يا مصدر? اول سلعة عندي سلعة التفاخر. يعني ايه سلعة التفاخر? يعني لما انا اجيب حاجة اتفاخر بيها. فاكيد هجيب حاجة. كل ما تمنها غلق هجيبها. ليه? انا هتفاخر بيها. يعني مسلا اه هلبس حاجة ساعة. الساعة دي تمنها تلاتين اربعين خمسين الف جنيه. اه. كل ما هتغلق هيبقى قومتها اه زيادة. عشان كده سلعة التفاخر ما انطبقش عليها الكلام ده كمان. عندنا كمان السلعة التي يرتبط تمنها بالجودة. يعني ايه? في سلعة كل ما تمنها زاد جودتها بتبقى عالية. زي مثلا الموبيلية. لو سعرها زاد وسعرها كبير. يبقى دي اه جودتها عالية. فدول نوعين من السلعة لو ما سلعة تفاخر والسلعة التي ترتبط سمنها بجودتها ده ما انطبقش عليها العلاقة اللي احنا بنقولها. ايه العلاقة اللي بنقولها? بنقول طبقا لقانون الطلب. كلما انخفض تمن السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة. والعكس بس خلي بالك هو تنسى الجملة دي مع سبات العوامل الاخرى. ما عادة ايه? سلعة التفاخر والسلعة التي يرتبط بتمانها بتمان بجودتها. يبقى دي اول حاجة بتأثر في الكمية المطلوبة. في حاجة تانية بتأثر? اه طبعا عندنا دخل المستهلك. يؤدي زيادة الدخل الى زيادة الكمية المطلوبة. بفرض عدم تغير العوامل الاخرى. لا يا مستر شرحان بقى. بص. الوقتي المفروض انا دخلي لما يزيد. الكمية المطلوبة ايه? تزيد. ودخلي لما يقل. كمية المطلوبة تقل. برضو قوعة تنسى. مع سبات العوامل الاخرى. تمام? زي ما اتفقنا كده. بس الجملة هنا معناها ايه? معناها ان هناك علاقة ترضية. ما بين مين ومين? ما بين. الدخل وما بين الكمية المطلوبة. تاني. هناك علاقة ترضية. ما بين الدخل والكمية المطلوبة. ليه ترضية? كلما زاد الدخل زادت الكمية المطلوبة. كلما قل الدخل قلت الكمية المطلوبة. يعني انا بستهلك من سلعة اه كطعتين. اه ولما كان دخلي ميت جنيه. دخلي زاد بقى ميتين جنيه. هستهلك تلاتة. يعني الكمية المطلوبة يحصل لها ايه? هتزيد. طيب دخلي قال بدل ما كنت يجيب اتنين. هجيب واحدة. يبقى هنا دي اسمها بنسميها علاقة ترضية. يبقى خلي بالك. وخلي بالك معي. هناك علاقة عكسية ما بين تمن السلع والكمية المطلوبة. وهناك علاقة ترضية ما بين مين ومين. برافو عليكم. بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة. يبقى هنا دي علاقة عكسية ودي علاقة ترضية. وفكرك. العلاقة العكسية مؤشرها ايه? برافو. مؤشرها سالب. اما العلاقة الترضية مؤشرها ايه? مؤشرها موجب. نخلي بالنا من الكلام دوت. العلاقة العكسية مؤشرها سالب. اما العلاقة الطردية مؤشرها ايه موجة بيبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي بيقصرهم في الكمية المطلوبة اول حاجة عندنا قلنا تمن السلع رقم اتنين دخل المستهلك طب في عوامل تانية في عوامل تانية تعال نشوف العوامل التانية مع بعض رقم تلاتة اصعار السلع البديلة والمكملة يعني ايه يعني ايه سلع بديلة السلع البديلة اللي فيه زيها في السوق السلع البديلة هي السلع اللي موجود كزا منتج من السلع دية يعني بص احنا عندنا السلع البديلة دية مثلا لو انا سعر اللحوم ارتفع الطلب يقل عليها ولا يزيد ووضع عليكم الطلب هيقل طبقا اللي احنا قلناه بس وهو بيقل هيزيد على السلع البديلة اللي هي مثلا الفراخ فاهمين يعني ايه نوضح تاني احنا بنوضح العلاقة الكمية المطلوبة في السلع البديلة السلع البديلة لو سمن السلع الاصلية زاد الطلب بيزيد على السلع البديلة تمن زي ما قلنا نقول المسال تاني تمن اللحوم ارتفع طيب ايه البديل لللحمة الفراخ او الاسماك يبقى الطلب هيزيد عليهم دي السلع البديلة اما السلع المكملة يعني ايه مكملة وخلي بالك من السلع المكملة دي السلع المكملة دي السلع اللي بتكمل السلع هل في علاقة ما بين السكر والحلويات اه طبعا ايه اللي هيحصل بصت العلاقة دي لو تمن السكر ارتفع ارتفع الطلب يقل على الحلويات طب ليه ما اصله معظم الحلويات بتعمل منين من السكر بنقول تاني في السلع المكملة معناها ان اي ارتفاع في حجم اللي اتنين اللي هما بيكملوا بعض ارتفع التاني بيتأثر وبيتأثر بينزل ازاي سعر السكر ارتفع طيب الحلويات الطلب عليها هيقل ليه هيقل لان سعرها هيغلى واحنا قلنا لما يرتفع السعر الكمية المطلوبة ايه تقل دي سلع البديلة والسلع المكملة يبقى تاني عندنا تلات حاجات دلوقتي بيقصوا في الكمية المطلوبة او العوامل المحددة للكمية المطلوبة ايه هما تمن السلع وده علاقة عكسية دخل المستهلك وده علاقة طردية واسعار السلع البديلة والمكملة طب عندنا ايه كمان عندنا شكل السوق يعني ايه مصطر شكل السوق ويصد ايه بالسوق يعني كلمة شكل السوق يعني ايه هو السوق لشكل اه طبعا الاسواق لها شكل. عندنا سوق اسمه. السوق الاحتكاري. او سوق المنافسة. او سوق المنافسة الكاملة. يعني ايه? يعني شوف السلعة بتاعتك انهي سوق من دول. حد بيحتكرها ولا معروضة للمنافسة الكاملة. استجلمة السوق المنافسة الكاملة يعني ايه? يعني مثلا انا بعرض السلعة بتاعتي. ومنتج تاني بيعرض. ومنتج تالت بيعرض. والمنافسة مفتوحة في السوق. بص تلاقي اللي بيحكم في العلاقة هنا. شكل السوق. احنا عندنا شكل السوق ده. ممكن يكون سوق احتكاري. يعني الدولة بتحتاج بسلع معاينة ما حد الشيء ده بيتدخل فيها. او سوق منافسة. او سوق منافسة كاملة. كزا شكل من اشكال السوق. يبقى عندنا تاني. اربح حاجات لحد دلوقتي بيحددوا العوامل المحددة للطلب. ايه هما? تمن السلع. رفعوا عليكم. تمن الايه? السلع. ودخل المستهلك. رقم تلاتة. اصعار السلع البديلة والمكملة. رقم اربعة. عندنا شكل السوق. خمسة. الخطة الاستثمارية القومية. تاني. الخطة الاستثمارية القومية. يعني هي مصطر الخطة الاستثمارية القومية. طيب. هوضح لك ببساطة كده. كلمة الخطة الاستثمارية القومية ده الخطة اللي الدولة بتعملها للمستقبل. يعني الدولة اتخطط هقول لك الخطة الاستراتيجية لسنة الفين واحد وعشرين. طيب. ندي مثال كده اه ببساطة. خطة الدولة الوقتي بناء. بناء مساكن بناء اه مشروعات بناء. طيب تفتكر كده لما يبقى فيه بناء. الطلب يزيد على ايه? رفع عليكم على مواد البناء. يبقى انا كده باخد خطة الدولة دي واشوف الطلب هيزيد على ايه? يعني مثلا لو خطة الدولة دلوقتي اه الاهتمام بالصحة. يبقى الادوات الطبية هيزيد عليها الطلب. الاهتمام برياضة. يبقى الادوات الرياضية هيزيد عليها. الاهتمام بالزراعة. يبقى الادوات اللي بتساعد على الزراعة هيزيد عليها. كلمة خطة الدولة. الدولة بتخطط لايه? واحنا. مين احنا بقى? المنتج. المنتج بص مها. المنتج عايز يبيع. بيبص على الحاجات ديت ويحدد الكمية المطلوبة. بيشوف خطة الدولة هتمشي ازاي? خطة هتبني يبقى الكمية المطلوبة هتزيد في مواد البناء اسمنتوطوب وكمان تزيد فرص عمل. يبقى انا الخطة الاستثمارية اللي الدولة بتعملها بقدر احدد منها الكمية المطلوبة. طيب عندنا ايه كمان? عندنا الدخل القومي. الدخل القومي طبيعي كده. كل ما الدخل اتفع كمية المطلوبة هيحصل لها ايه? هتزيد. وكل ما الدخل اقل كمية المطلوبة تقل طيب عندنا كمان التدخل الحكومي وده عايزك وانت بتذاكر وعايزك وانت بتذاكر تكتبيه سؤال مقالي لوحده التدخل الحكومي الدولة لما جي انتك سلعة ابص الاول اشوف الدولة بتتدخل فيها ولا لا ليه عشان ده يقصر على الكمية المطلوبة بتاعتي طب هي الدولة ممكن تتدخل في انتاج السلع اه طبعا عندنا ثلاث صور بتتدخل فيهم الدولة في انتاج السلع طب ايه هم الثلاث صور دول اول حاجة السياسة الضربية يعني ايه معناها تحت كده فرض ضريبة او رسوم يؤدي الى انخفاض الطلب عليها يعني الدولة لو عايزة تقلل الطلب على سلعة بتفرض عليها رسوم او ضريبة يبقى اول حاجة عندنا من صور التدخل السياسة الضربية رقم اتنين الاعانات يعني ايه الدولة ساعات بتتدخل عشان تقدر تعين محدود الدخل تلاتة تسعير الجدري وده مصطلح مهم تحديد حد اعلى بواسطة الحكومة طيب في حد بيقول انا مش فاهم اوضح حملك بقى ببساطة احنا عندنا دلوقتي الحاجات اللي بتحدد العوامل المحددة للطلب من ضمن العوامل ديك حاجة اسمها التدخل الحكومي يعني ايه وايه علاقة التدخل الحكومي باللحلة بنقوله انا كمنتج لما جي انتك سلعة ببص الاول هل الحكومة بتتدخل فيها ولا لا فبسأل هي الحكومة بتتدخل ازاي الحكومة عندي بتتدخل بثلاث صورة اول صورة بنقول عليها السياسة الضريبية يعني ايه السياسة الضريبية يعني الدولة ببساطة كده طب لما نفرض ضريبة على سلعة او بفرض عليها رسوم سعرها يحصل له ايه بربع عليكم سعرها هيعلم طب لو سعرها على ايه اللي هيحصل بربع عليكم الكمية المطلوبة ايه تقل يبقى الدولة لو عايزة تقلل للطلب على سلعة بتفرض عليها ضريبة او رسوم يبقى خلي بالك عشان لما تجيلك صح وغلط فرض ضريبة او رسوم على السلعة بيحصل في ايه بيأثر في الكمية المطلوبة دي اللي بسميها السياسة الضريبية طب الدولة بتتدخل في ايه كمان بالصورة التانية الاعانات يعني ايه كلمة الاعانات الاعانات او الدعم الدولة ساعات لازم تتدخل في جزء خدمة جزء من افراد المجتمع اللي بنسميهم محدود الدخل ليه لان لو ما تدخلتش الافراد دول هيتعرضهم لمشكلة كبيرة جدا هدي مثال بسيط جدا 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 كلنا بنشوف الاطفال لهم محتاجين اللبن المدعم شوف احنا بنقول ايه اللبن المدعم من اللي بدعم اللبن ده الدولة بتدعم لبن الاطفال طب اشمعنا اصد ليس乐 استراتيجية الطفل لو ما خدش اللبن ده اه مش هيقدر يكمل طب هيعرض حياته للخطر الدولة تسيبو لأ ما بتسيبوش بتعمل حاجة اسمها دعم او اعانة اه زي التموين اللي احنا بناخدو زي تقولنا لبن الاطفال اللي بي اللبن المدعم للاطفال طب الدولة بتدعمه ازاي بتتحمل جزء من التكلفة او سعر البيع يعني تلاقيه بمية الدولة تقولك لا بخمسين وهي تتحمل الخمسين دعم في ايه دعم قهرباء دعمه كل ده اسمه دعم الدولة ده دور الدولة يعني يبقى احنا عندنا كده السياسة الضربية رقم اتنين الدعمة اولا عنا رقم تلاتة من صور التدخل الحكومي التسعير الجبري يعني ايه التسعير الجبري يا مصدر تحديد حد اعلى بواسطة الحكومة ده مصطلح مهم يبقى تاني الحكومة بتتدخل بكم صورة بتتدخل بتلاتة ايه هما السياسة الضربية يعني ايه يعني لما الدولة تعوز تقالل الطلب على سلعة بترفض عليها ضريبة الرسوم رقم اتنين الاعانات رقم تلاتة التسعير الجبري وكلمة تسعير الجبري ده مصطلح مهم جدا تحديد حد اعلى بواسطة الحكومة طيب هل في عوامل تانية اه عندنا لسه عوامل تانية عدد السكان يعني عدد السكان طبيعي كده كل ما الدولة او المجتمع عدد سكانها زاد يبقى الكمية المطلوبة يحصل لها ايه برابع عليكم هتزيد طب لو عدد السكان قل يبقى الكمية المطلوبة هتقل ازواق المستهلك يعني ايه ازواق المستهلك هل ازواق المستهلك بتأثر في الكمية المطلوبة طبعا فيه سلع مرتبطة بالزوق او الموضة زي ما بنقول كده الازواق دي احنا عندنا مثل اقتصادي بيقول ايه لو لاختلاف الازواق لبارات السلع يعني ايه لو احنا زوقنا كل واحد السلع مش هتتباع فالزوق بيحدد الكمية المطلوبة جودة السلع يعني ايه جودة السلع هي القيمة الاشباعية للمستهلك السلع بتديني اشباعها دي ايه هل الجودة بتأثر في الكمية المطلوبة طبعا الجودة بتأثر جدا في الكمية المطلوبة كلما السلع جودتها بقت عالية الكمية المطلوبة بتاعتها بتزيد كلما السلع جودتها كانت اقل الكمية المطلوبة بتقل وطبعا ده مرتبط بالسع ليه في ناس السعر عندهم هو المهم يبقى مش هدوعة الجودة لكن في ناس بتضرع على الجودة بصرف النظر عن السعر يبقى اللي احنا قلناه ده عبارة عن ايه عبارة عن العوامل التي تؤثر او العوامل المحددة للطلب على السلعة انا كمنتج لما اجحس بالكمية المطلوبة لازم ابص على العشر او حداشر نقطة اللي انا قلتهم دول ايه هم تاني بسرعة كده تمن السلعة رضع عليكم هناك علاقة عكسية بين تمن السلعة والكمية المطلوبة رقم اتنين دخل المستهلك هناك علاقة طردية بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة مع عسابات العوامل الاخرى عندنا كمان اسعار السلعة البديلة والسلعة المكملة عندنا شكل السوق عندنا كمان الخطة الاستراتيجية القومية عندنا كمان صور التدخل للحكومي خلي بالك ده سؤال مقالي مهم جدا ما هي صور التدخل الحكومي صور التدخل الحكومي تلاتة اول حاجة السياسة الضربية رقم اتنين الاعانات رقم تلاتة التسعير الجبري قلنا كمان عدد السكان بيقصر قلنا كمان جودة السلعة بتقصر ازواق المستهلكين بيقصرهم بقى دي العوامل اللي بتحدد الطلب على السلعة طيب هنتكلم كمان على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها المرونة السعرية يعني ايه كلمة مرونة سعرية ده اللي هنفهمه مرونة السعر يعني ايه مرونة السعر مرونة السعر معناها هي المرونة العادية للطلب برضو احنا كده معرفناش حاجة انت قلت مرونة السعر هي المرونة العادية للطلب طب برضو يعني ايه يعني تدل على التغير في الطلب مع التغير في السعر يعني ايه اي تغير هيحصل في سعر السلعة هيؤدي الى تغير في الطلب عليها تاني كلمة المرونة السعرية الاول بس هما ليه سموها مرونة سعرية اما احنا لازم نفهم لان احنا عندنا نوعين من المرونة مرونة سعرية ومرونة دخلية تاني عندنا نوعين مرونة سعرية ومرونة دخلية الاول نفهم كده ببساطة ليه سموها مرونة سعرية لانها تتكلم اكيد على السعر السعر والكمية المطلوبة طيب المرونة التانية مرونة دخلية ليه سموها مرونة دخلية برافو لانها تتكلم على الدخل يبقى بتوضح العلاقة بين الطلب والدخل المرونة السعرية بتاعتنا دي معناها ايه معناها ان اي تغير في السرع في السعر السلع يقبله تغير في الطلب. بس الدرجات متفاوتة. يعني الدرجات المتفاوتة دي بقى اسمها معامل المرونة. في عندي معامل مرونة متكافئ. في عديم المرونة. في المرونة الكاملة. دي انواع ان شاء الله بازن الله. لما ببناء يكون يمكن تخشوا كلية التجارة. اه الطلبة اللي بنتفرضوا علينا. هتلاقوا الجزء ده في الاقتصاد بشارح مستفيد. يبقى عندنا هنا معامل المرونة السعرية بيوضح العلاقة ما بين حاجتين. الطلب والسعر. ده انت لو جالك سؤال اكمل وقال لك كده اكتب القانون حتى. معامل المرونة السعرية تقول لي التغير في الطلب على التغير في السعر. تاني التغير في الطلب على التغير في السعر. معناها ايه? ايه تغير بيحصل في سعر السلع على طول بيأثر في الكمية المطلوبة. بس بيأثر بكميات مش سابتة. كميات متفاوتة. كمية المطلوبة تزيد شوية تزيد خالص تقل كده يبقى تاني كلمة المرونة السعرية توضح العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة اي تغير في السعر هيقابله تغير في الكمية المطلوبة طيب ايه كمان بنتكلم على المرونة وتدل على التغير في الطلب مع التغير في السعر المرونة السعرية دائما رقم سالب رفع عليكم دائما رقم سالب طب رقم سالب لي يا مستر. لان العلاقة علاقة ايه? عكسية. تاني. رقم سالب. لان العلاقة علاقة عكسية. ايه? بين الطلب والسعر. طيب. عندنا كمان معامل المرونة. ده قانون لازم نبقى عارفينه كلنا. التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في السعر. تاني معامل المرونة السعرية بيساوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في السعر. ده المعامل بتاع المرونة بتاعنا. طيب. المسألة بتجينا ازاي يا مستر? نبص كده للجدول اللي قدامنا ده. الجدول التالي يبين العلاقة بين الطلب والاسعر. نبص كده كلنا على الجدول وهنشرحه كده مع بعض. دي شركة بتبين انت téléجهة في الفين وسبعة و الفين و تمانية و الفين وتسعة. السعر كان في الفين و سبعة ستين. حصل ايف اك في الفين وتمانية انخفض وصل لتلاتين. طيب. حصل ايف الفين وتسعة انخفض وصل لي عشرين. طيب بص كده على الطلب. لما كان السعر ستين. كانت الكمية المطلوبة كام? اربعين. السعر حصل له ايه هنا? زاد او اللي قال? اه انخفض. طب الكمية المطلوبة حصل لها ايه زادت معنى كده ان العلاقة هنا علاقة ايه عكسية طب هو عايز ايه يعني بيقول لي بقى الجدول اللي قدامك ده بيوضح العلاقة بينهم وزي ما احنا شايفين العلاقة كل ما السعر بينخفض بيحصل ايه للكمية المطلوبة رفع عليكم الكمية المطلوبة عمالة تزيد السعر ينخفض الكمية المطلوبة تزيد طب هو عايز ايه بقى في المسألة بيقول لي المطلوب تقدير الطلب في الفترة القادمة. بفرض ان السعر سينخفض الى ستاشر جنيه. تاني. المطلوب تقدير الطلب في الفترة القادمة. بفرض ان السعر سينخفض الى ستاشر جنيه. نرجع تاني للجدول عشان نفهم هنعمل ايه. الجدول بتاعنا هون. طيب المسألة اللي زي دي بتتحل ازاي? طبعا المسألة دي بتاخد مننا وقت كتير جدا في الحل. طب هنحل ازاي? بص. الجدول قدامك هو. كم سنة? تلات سنين. انا لما اجيب معامل المرونة ما اقدرش اشتغل على التلات سنين. هعمل معامل المرونة ما بين السنتين الاخرى. اللي هم كان برافو عليكم. الفين وتمانية والفين وتسعة. الفين وتمانية والفين و ايه وتسعة. طيب هنعمل ازاي بقى الجدول ده? بص معايا كده وانا بحل لك المسألة عشان تعرف هنحلها ازاي. انا بعمل جدول الجدول ده عبارة عن اخر سنتين انا اخدهم. اللي هما سنتين الفين وتمانية والفين وتسعة. اللي عندك في الجدول. وهم كاتب هنا السعر والطلب. واخد السعر كان فالفين وتمانية كان تلاتين انخفض لعشرين. والطلب كان خمسين انخفض لكام? لستين. طبعا الناس اللي هتشوفنا دلوقتي هتقول طب انت خدت ليه الفين وتمانية والفين وتسعة? لان انا ما اقدرش استخدم التلاتة. لازم بيتم استبعاد اقدم سنة. واشتغل على اخر سنتين. اللي هما كان الفين تمانية والفين وتسعة. السعر في الفين وتمانية كان تلاتين انخفض لكام? لعشرين. الطلب كان الخمسين انخفض لستين. هنعمل حاجة بسيطة كده جد سهلة جدا عشان انت هفتحل المسألة دي. الاول لازم اجيب معامل المرونة بل اللي حصل التغير اللي حصل قدامي ده. طيب. اجي للسعر بتاع الفين وتمانية. اسميه سين واحد. هاطلق عليه سين ايه? واحد. وهنا سين اتنين. عشان اعرف احل. والطلب ده اسميه طه واحد. وده الكمية المطلوبة في السنة اللي بعدها. كده نديت الرموز خلاص. ابتدى يا شباب اكتب القانون. طب القانون بيقول ايه? معامل المرونة بيساوي طه اتنين ناقص طه واحد على طه واحد. في سين واحد. على سين اتنين ناقص سين واحد. تاني القانون. معامل المرونة بيساوي. التغير اللي حصل في الطلب على التغير اللي حصل في الساعة. طه اتنين ناقص طه واحد على طه واحد. في سين واحد. على سين اتنين ناقص سين واحد. بس خلي بالك بقى واحنا بنعوض. نخلي بالنا من ايه? ان احنا قلنا دائما معامل المرونة رقم ايه? رفع عليكم رقم سالب. قبل ما حل المسألة. لازم الناتج يطلع لي سالب. طب ابتدى عوض. اقول له معامل المرونة بيساوي. طه اتنين عندك بكام? بستين ناقص خمسين. على كام? على خمسين. في سين واحد. تمام سين واحد. عندنا تلاتين. على عشرين ناقص تلاتين. طيب. لازم الناتج يطلع لك بالقالة الحزبة رقم سالب. لو ما طلعش سالب يبقى العبارة هنا خطأ. يبقى بيساوي سالب ستة من عشرة. يبقى انا كده جبت اول خطوة في المسألة. طيب هو عايز ايه تاني? بيقول لي احسب الكمية المطلوبة. لو السعر انخفض لكام? لو السعر انخفض? ليه? ستاشر جنيه. طيب. اقوم انا عامل ايه بقى? اقوم انا عامل الجدول التاني. طيب. المسألة دي بتاخد معانا وقت. ان شاء الله بازن الله الحلقات الجاية هناخدها بالتفصيل. عشان ده مسألة مهمة جدا جدا جدا. احنا النهاردة رجعنا جزء عملي مهم جدا ورجعنا جزء نظري. الطلبة اللي معانا في خلال الدقيقة اللي قدامنا ديك هندي مسألة كده للطلبة اللي معانا وياريت الطلبة تريح الليها وتبعتها لنا الحل. والطالب او الطالبة اللي هيبعت. احنا بنوعدكم ان احنا هنعرض اسمه وصورته ومدرسته. المسألة بتقول بسرعة هيت. هنكتب المسألة بتاعتنا. مشروع تكاليفه خمسة وعشرين الف جنيه. مشروع تكاليفه خمسة وعشرين الف جنيه. وكمية التعادل للمشروع ده بتساوي خمس تلاف واحدة. وسعر بيع الوحدة اتناصر جنيه. المطلوب حساب التكلفة المتغيرة للوحدة. تاني مشروع تكاليفه خمسة وعشرين الف. كمية التعادل خمس تلاف واحدة. سعر البيع اتناصر جنيه. المطلوب حساب التكلفة المتغيرة. اه المسألة اللي قدامنا ديت حاولت تحلها وبعتهنة وبعتهنة بالحل. اه بنحاول نقدم لكم كل الافكار اللي ممكن تجينا في الامتحانات. احنا النهاردة اتكلمنا على جزء كبير كده في النظري. قطينا مصطلحات مهمة. قطينا تعريفات مهمة. كمان السؤال بتاع العوامل المحددة للطلب. تكلمنا على ان فيه علاقة عكسية ما بين تمن السلع والكمية المطلوبة. كمان متكلمنا ان هناك علاقة ترضية ما بين الدخل وما بين اه سعر السلع ببقى فيه علاقة ترضية. كل ما داخل يزيد كل ما الكمية المطلوبة تزيد. بازن الله بنوعدكم ان احنا كل حصة هنجيب حاجات جديدة. وافكار جديدة عشان نقدر ان احنا نقفل في الامتحان. نجيب ان شاء الله الدرجة النهائية. سنة تتعب فيها. هتجيب مجموعة هتخش الكلية. اه ارجو ان انتوا تكونوا النهاردة. فهمتوا حاجة. اه معكم اتواصلوا معنا على القناة وعلى قناة اليوتيوب. وبازن الله نشوفكم في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.